موسيقى عام مر على انفجار مرفأ بيروت ولا محاسبة تذكر للمتورطين بالكارثة التي راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح ومفقود بينما تعرقل القوى السياسية سير التحقيق في أسباب الفاجعة وفي المقابل ينتظر ذو الضحايا نتائج التحقيق والأطراف التي تقف خلفه فالعرب الفصحى تحقيق أسمع أسمع يا قاضي انتظار علقت عليه منظمة العفو الدولية بالقول ان السلطات اللبنانية تعرقل وبوقاحة مجرى العدالة وتحرم الضحايا من الحقيقة فيما لا يزال الدمار ماثلا في أرجاء واسعة من العاصمة بيروت السلطات اللبنانية وضعت نفسها في محل شك أكبر من ذي قبل عندما أقيل القاضي الأول المعين للتحقيق بالفاجعة بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب والحال نفسه مع قاضي التحقيق الجديد الذي ترفض طلباته وتؤخر لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية وبالعودة إلى الرابع من آب عام 2020 حيث اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه انفجار ضخم وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص ملحقا دمارا هائلا في المرفأ ومعظم الأحياء الشرقية لبيروت حيث عزت السلطات آنذاك الانفجار إلى وجود ما يقرب من ثلاثة آلاف طن من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة منذ عام 2014 في المعبر رقم 12 في المرفأ ليطرح اللبنانيون أسئلة جوهرية بهذا الشأن وفي مقدمتهم أهالي الضحايا ومن أبرزها من أدخل نيترات الأمونيوم إلى بيروت ولماذا تركت في المرفأ لسنوات ومن كان يعلم بوجود المادة المميتة ومن وراء الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم حتى اليوم لا توجد إجابات رسمية لتلك التساؤلات لكن مصادر قضائية تؤكد أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى إلا أن الحصانات السياسية ومنطق النفوذ يقفان عائقا أمام استدعاء نواب ووزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يتحركوا لإخراجها بعيدا عن المدينة وفي ذكرى مرور عام على الانفجار ينظم أهالي الضحايا مسيرات للمطالبة برفع الحصانات عن المسؤولين المطلوب استجوابهم ونشر نتائج التحقيق للرأي العام